ترجمة نانسي قنقر من تعرف في هذه الصورة؟ لعل البعض منكم تعرف على القاضي عبد الرحمن الإرياني أو الشيخ محمد علي عثمان أو حتى في اليمين الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر لكن اليوم موضوعنا هو عن الشخص الغير معروف في الوسط قبل ما أكلمكم منه هذا الشخص دعونا نعود دعونا نعود إلى أكتوبر 13 في عام 1935 العاصمة كانت تعز وكانت قد مرت خمس سنين على محاولة إحباط انقلاب عسكري في ذلك الوقت لم يكن هناك أي شيء مهم في ذلك اليوم إلا كان في صحيفة وخرج فيها خبر بارز والخبر كان انقلاب عسكري لعيم في اليمن هذا الخبر أول ما نزل حطم الدنيا وفي يوم وليلة خرجوا الناس واشتروا الصحيفة وكثرة المبيعات وكل الناس يعرفوا ما هذا الخبر وأول ما قروا الخبر تفاجعوا لأن الخبر كان عن عسكري انقلبوا حماره في الحوبان في تعز الشخص الذي شفته في الصورة الأولى هو محرر الصحيف التي نشرت هذا الخبر هو عبد الله عبدالوهاب نعمان الذي لقب بالفضول لاحقاً هذا هو الفضول الفضول هو أول من استخدم الهجاء السياسي في شبه الجزيرة العربية ولديه قواسم مشتركة كثيرة مع إعلاميين مثل ستيفن كولبير وجون ستوارت وحتى الإعلامي المصري باسم يوسف حرية الصحافة في وقته كانت محدودة كثيراً ولكنه استخدم الهزل لصالحه استخدم السخرية في النضال الوطني واستخدمها في أمور جدية اسمعوا ماذا كتب كثرة الإنقلابات العسكرية في الدنيا حتى اشتركت فيها الحمير وهذا دليل قاطع كسكين الجزار على دولة الأسياد سائرة في طريقها إلى النحضة تجرجرها الحمير إلى الأوحال موضوعنا اليوم هو عن الصحافة التي هي مهنة اجتماعية بامتياز إذا استخدمت بنزاهة لديها إيجابيات كثيرة فيها حرية التعبير، إنصاف المظلوم، تصحيح المعلومات، تنبيه المجتمع وتبادل الآراء الواعية دعونا نلقي نظرة عن الإعلام اليمني نحن اليوم 26 مليون شخص في اليمن تقريباً وعندنا 90 صحيفة تصدر أسبوعياً في العواصم لم نبدأ البث التلفزيوني في اليمن إلا حتى عام 64 في عدن وعام 75 في صنعاء أما الإذاعة فقد بدأت قبلها بكثير بدأت في أوائل القرن الماضي وفي الشمال بدأت في 64 وكانت لمدة ساعة وربع فقط أسبوعياً اليوم عندنا كثير جنوات وتعددت الصحافة وسائل الإعلام ومع هذا نبحث عن الصورة كاملة الصحافة في اليمن هي نمطين ما نراه ونقرأه داخلياً يختلف تماماً عما نشاهده أو نقرأه خارجياً وما نقرأه باللغة العربية يختلف تماماً موضوعياً عما نقرأه باللغة الإنجليزية ففي اليمن نركز كثيراً على صحافة الرأي وليس على الخبر بنفسه نفتقر أنواع صحافة مثل الصحافة البحثية صحافة الاستقصاء تحليل الخبر والصحافة الاقتصادية تركيزنا في الأخبار هو سياسي بحت والمفروض لا نستغرب تبعية الصحف والإذاعات والمحطات التلفزيونية هي للأحزاب السياسية فكراً وتمويلاً وهذه ظاهرة ليست يمنية ولكنها عربية هي كلها مبنية على فكرة بسيطة جداً لماذا تشتروا الصحيفة إذا بإمكانكم اشتراء الصحفي؟ دعونا نتذكر أحداث مصر في يونيو عام 2013 عندما حصلت أحداث مصر بحثنا كلنا عن الحقيقة وكانت هناك وسائل الأعلام معروفة غطت الخبر بطريقة مختلفة تماماً واضطرنا أن نبحث عن الحقيقة بين هذه التوجهات دعونا نعود إلى الصحافة الداخلية إذا حاولنا استطلاع ملامح التقطية الإعلامية لوجدنا التالي يهتم بعض الصحفيين بموضوعات الإثارة ومضامين الصحف الصفراء مثلاً دعونا نذكر رمضان الماضي هل تتذكروا عندما خرجوا جنود محتجين واشتبكت وحدات من القوات المسلحة بينهم؟ والتفاصيل لا تهم في هذه القصة لأن الأهم حاجة أن الصحفة المحلية لم تغطي هذا الخبر كخبر عاجل إنما قرأنا عن مصر حتى اليوم التالي وكما يقول المصريون يا خبر اليوم بفلوس بكرة يبقى ببلاش في اليوم التالي قرأنا أخبار غير موثوك فيها وقرأنا قصص قد تكون أكثر ما يريده الكاتب أو يتمنى أكثر مما هي الحقيقة وكما نقول باليمني الفاضي يعمل قاضي صحافة الإثارة هي الأنجح في اليمن لأنها تشفي غليل المجتمع وتشبع فضوله هي تنجح في ذلك كثيراً فبدأنا نستخدم مصطلحات استهلكت كثيراً بعد الربيع العربي مثل الفلول الجرذان إرحل الشعب يريد وإلى آخره بالإضافة إلى ذلك ومن العجيب جداً أن في اليمن تناقض حاد التناقض هو بين قمع حرية الصحافة والتجاوزات التي تصل إلى حد السب والقثف غالباً دون دليل أتصور أنا أن السبب في هذا أولاً هو إنعدام المهنية ثانياً هي حداثة تجربة حرية الصحافة في اليمن قياساً بالوقت القصير التي تطورت فيه دون تثبيت أسسها الرئيسية هذا عن الصحافة الداخلية في اليمن ماذا عن الصحافة الخارجية؟ كيف يغطي العالم اليمن؟ في الولايات المتحدة الأمريكية تكون التقطية مبنية على أسس الأجندة في الست الأشهر الماضية مثلاً قرأنا كثيراً كثيراً عن الحوار الوطني اليمني ولم نقرأ عن الفقر أو الاقتصاد أو قضية صعدة أو قضية الجنوب كما قرأنا عن الحوار للأسف الصحافة اليمنية بدأت بالتقليد دعونا نتذكر رمضان الماضي أيضاً هل تتذكرون عندما أصدرت بعض السفارات الغربية تنذير للأجانب عن عمل إرهابي خطير ورحلت دبلوماسيها من اليمن وأصبحت اليمن تقريباً خالية من الأجانب العالم كله ترقب ما حدث وحاولوا تغطية الخبر كانت التغطية بشكل متواصل ماذا كان يحصل في اليمن؟ لم نغطي الخبر وعشنا حياتنا كأن شيئاً لم يكن هذا للتوضيح أن أولويات الإعلامة الخارجية في تغطية اليمن تختلف تماماً عن أولويات الصحافة المحلية علاوة على ذلك تركز الصحافة الخارجية على مواضيع معينة مثل زواج الصغيرات وهو موضوع مهم جداً ولكن تغطية الموضوع بهذه الطريقة لا تترك ولو مساحة بسيطة لمشكلات أخرى مثل مشكلة المياه، مشكلة الفقر أو الأزمات الإنسانية التي تحصل في اليمن فيقوم نموذج الإعلام الخارجي على نموذج العرض والطلب والتركيز يكون كثيراً على الإرهاب شاهدوا معي هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر و بعمل زرنانين أعبار ه هذا mmm خطير حياة ترجمة نانسي قنقر أنتظر أنه أنها الفرآن حول إلى 100 مياه ماذا عن الحلول؟ الصحافة في اليمن بحاجة إلى إعادة بناء لأن البنية التحتية هشة جداً المفتاح لنجاح الصحافة في اليمن يحتاج استقلال الجهات الإعلامية من الأجندات السياسية ولن يستقلوا إلا إذا توفرت المهنية ولن يكون الصحفيين مهنيين من دون احترام المجتمع والقانون لحقوق الصحافة سواء كانت مادية أو أساسية وكلها مرتبطة ببعضها وذو أهمية موازية دعونا نتذكر دائماً أن الصحافة هي السلاح ذو حدين إذا أدت الصحافة وظيفتها بمهنية وأمانة لكانت من أهم وسائل رصد الانتهاكات كشف الفساد وتعزيز حرية الصحافة وكما يقول الصحفي مصطفى أمين الصحافة الحرة تقول للحاكم ما يريده الشعب ولا تقول للشعب ما يريده الحاكم الصحافة هي عملية قيد التطور يمكن تحسينها من خلال الصحفيين أنفسهم ويمكننا نحن المشاركة في إعادة تنظيمها تقع على الصحفي مسؤولية إنتاجه وللصحافة ميثاق شرف مثلها مثل غيرها من المهن وغالبا في اليمن ما يرتكب الصحفيين أعمال كثيرة منها الانتحال عدم تحديد المصادر بصورة دقيقة إخفاء جزء من الحقيقة للدعم وجهة نظر معينة وفي العالم بأكمله هناك عواقب وخيمة لهذه الأخطاء البسيطة وللأسف في اليمن لا توجد جهة تضع معايير للالتزام باستثناء قانون واحد قانون رقم 25 للصحاف والمطبوعات الذي أصدر في عام 1990 والذي خرج قبل ثورة الإعلام الهائلة التي نشهدها اليوم أما عن دور المواطن فلا يمكنه أن يكون كبيرا كثيرا في اليمن لأن في الأرياف لا تتوفر لدينا الكهرباء أو خدمات التواصل ومعدلات الأمية هائلة جدا مما يجعل المواطن اليمني عرض أكثر منه من المواطن الآخرين للرسالة الإعلامية الزائفة فتصبح المسؤولية على المتابع نفسه أو المشاهد أو القارئ وتتعدى حدود التصديق والقبول بكل ما تقع عليه أعيوننا مسؤولية التفكير حول ما تطرحه الصحافة يجب علينا كلنا أن نفكر في ذلك هل هذه الصورة كاملة؟ بداخل كل مننا صحفي كامل وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة حاليا تمكن لأي مننا سواء عبر تلفونه أو كمبيوتره الخاص بالتواصل مع الناس في الخارج وهذه تسمى بصحافة المواطن التي تدخل بنا إلى عصرا ديمقراطيا جديدا حيث تتقلص فيه وسائل القمع الرقابة تعزيز التحديات أمام الصوت الواحد أنا مثلا عندما أكتب مقالة أو أعمل تحليل أدخل على الفيسبوك أو التويتر وأقرأ تعليقات الناس المختلفة أعرف مسبقا أكيد أن جودة الخبر وموضوعيته قد تكون ضعيفة ولكن تعدد الأصوات ينفي الحقائق المطلقة ويقول البعض أن هذه ليست صحافة في هذه الأيام ولكن أنا أريد أن أقول لكم يجب علينا أن نتقبل الواقع ويجب علينا أيضا أن نواكب العصر فكما يقولون التغيير هو الثابت الوحيد في العالم في النهاية لا يوجد حل سحري للصحافة في اليمن يجب علينا الصبر يجب علينا أن نكون واعيين ويجب علينا مشاركة الشعب وكما يقول المثل روما أو في حالتنا هنا اليوم صنعة لم تبنى في يوم واحد